السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا احمد ناصر احييكم من استوديو حتنا في احمد ناصر بالعربي. في هذا الفيديو سأريكم كيفية عمل متجر متعدد البائعين بكل احترافية. سنكون باستخدام سيرفر وليس استضافة عادية مثل بلو هوست وما إلى ذلك. سنكون باستخدام سيرفر لعمل ذلك. طبعا الخطوة الاولى هي الذهاب الى موقع سأضع الرابط من خلال التعليقات. سأتذب الى هذا الرابط cb.greenbackend.com تذهب على الستور. بعد الستور في عندك يسمو منجد ويب خوستنج. تذهب لمنجد ويب خوستنج في عندك عدة باقات على فيه 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 نحن بنصح كبداية اذا انت ميزانيتك بحتوى 600 دولار سنوية تروح على ستارت اوب برو. اذا ميزانيتك اقل تجد تروح على ستارت اوب اللي هي باقة. من خلالها بتوصل على في بي اس كامل. راح نكون بحاجز هذا الفي بي اس. بعدها راح توصل على لوحة التحكم الخاصة بالفي بي اس. من خلالها بتقدر تدير الملفات الخاصة بالموقع ايضا بتقدر تدير مختلف الامور من الفتي بي للداتابيسيز للأسلسة سيرتيفكيت اللي بتيجي رخصة حماية مجانية مع السيرفر بالاضافة لأفضل الاعدادات الخاصة بسيرفر النظام اوتوماتيكي للباك اوب واستعادة النقاط سنابشوت من الموقع. فهاي هي الخطوة الاولى بعدها بتدخل على موقعك الورد بريس فاضي مش فيه اي شي بروح على ثيمز ومن ثيمز باكون بعمل اد نيو وبعدها بختار ابلود ثيم بعمل چوز لملف الثيم وبباشر برفع الملفات. فاحنا راح نستخدم او نرفع ثيم اسمها مارتي اه فوري او مارت فوري راح نعملها ابلود بعدين نعملها اكتيفيت زي ما نشايفين هنا في الاعدادات طبعا اول ما ننزلها بطلب مني يبلش تنزيل الاضافات فرح اعمل هنا بجين انستولين بلاجينز راح نختار كل بلاجينز الموجودة عندي زي ما هنا في عندي ال البيج بلدر في عندي رفولوشن سلايدر في عندي الامنتر فاحنا راح استخدم الامنتر راح نشيل البيج بلدر حاليا راح نكتفي بالالامنتر واعمل اعمل اينستول ابلاي طبعا ليش شلت البيج بلدر لانه بفعش تستخدم بيج بلدر وايلمنتر مع بعض يفضل تختار واحد فيهم على أساس تقوم بتثبيت الملفات طبعا نحن نعمل متجر متعدد البائعين ما نقصد في متجر متعدد البائعين متجر متعدد البائعين سيكون عندي أكثر من بائع ليس بس بائع واحد سيكون عندي أكثر من بائع اللي هو يسميه multi vendor فهو عبارة عن طريقة من خلالها نسمح بتعدد البائعين سواء عندك متجر في أكثر من مثلا عائلات المنتجة متجر في أكثر من سوق أكثر من محل أكثر من موقع ممكن تستفيد من هذه الخاصية بأحدد كل البائعين بعدين بعملهم activate باستثناء البائكري باعمل activate عشان نفعل البلاجينات بعد طبعا للتفعيل تلاحظنا السيرفر سريع جدا بروح على بلاغينز بشوف أن كل بلاغينز مفاعلات بشكل جميل طبعا هو أول ما تدخل راح يسألك على نحن حاليا راح نرجع على الصفحة الرئيسية ونروح على الاعدادات الموجودة عندي في عندي زمش في في عندي في الموجودة عندي هنا موجودة هنا بقدر نروح على ونشوف كافة التفاصيل الخاصة بهذا طبعا جدير بالذكر موقع الحالي همشتغل فيه هو موقع باللغة الإنجليزية وهي اللغة الافتراضية الخاصة بالموقع ففيش عندي محتوى السفادي فبدنا ننزل المحتوى الموجودة عندي طبعا عندما تروح على البلغينز راح تشوف أنه في عندي أكثر من البلاغين موجود أوكي في كثير بلاغينز موجود بس المحتوى الخاص بالموقع أو الديفولت كونتين تخيني سميه غير موجود عندي في عندي سيف تيمبلت أوكي في عندي امبورت تيمبلت بس فيش عندي هنا حاليا أي تيمبلت موجود حاليا لما تفتح أنت أي ثيم موجود عندك في عندك طبعا هاي الصفحة فيش اسمه variation swatches هاي الصفحة فيش اسمه saw demo importer فإحنا ممكن ندخل هنا على البلغينز هادي نيو بلاغين طبعا نروح ابلود نروح على saw importer ونعملها نستور ونعملها طبعا اكتيفيت زي ما احنا شايفين بهذا الشكل طبعا بعد ما تعملها اكتيفيت فين هنا في الصفحات في عندك appearance في عندك import demo data فانا بتختار الديمو اللي بدك تشتال عليه هذا طبعا قبل ما تستورد اي demo يفضل انك تنزل اضافات اللي عندك فممكن تروح هنا add new ممكن نزل اشيء لدعم تعدد تجار اشيء زي دكان في عندك دكان هنا ممكن تعمله install tool هي اضافة بتسمح بتعدد البائعين ومكن تعمل let's go تسمي المختلف الصفحات البدكية تعمل continue ونتحدد النسبة مثلا 10% او تسمح بتعدد enable selling تسمح تفاعل وتخفف يعني تلعب فيها لاحقا هنا كماذا الحد الادنى للسحب هاي ادوات اخرى للرسائل هناك webmail text text woocomers تنزل هذين تروح على view ducan طبعا هو رح يعطيك عدة رسائل هنا اول ما تنزل دucan هاي نعطيك انه عندك الاسطار التالي وفي انك الويميل ممكن تعمله connect هاي له ترسل الرسائلة من خلال smtp الويميل اوك عن طريق الويميل بس احنا ما رح نعملها حاليا رح نروح على دكان وي نكون بضبط الاعدادات الرئيسية طبعا بالنسبة للموجودات طبعا في عندك قائمة كبيرة من بلاجين وفي عندك ووكوميرس طبعا هذول كلهم بلاجينات بركبوا مع الموقع تأكد نشوف شو اللي نازل عندنا وشو اللي مش نازل في عندك الادونز موجودة موجودة والديلز موجودة فتقريبا كل بلاجينز موجودة طبعا ممكن انك تطور بشكل اكبر على الموقع من خلال تركيب اضافات زي دكان برو مثلا رح نعملها في دقائق التالي تمعا فالان ركبنا اضافة الدكان برو زي من شايفين شغال عنا فهيك من كون تقريبا جهزنا كل الاشياء اللي بدنا ايا دكان برو نازل الاضافات كلها جاز الآن بقدر اروح على import demo data واختار نموذج من النماذج الموجود عندي طبعا في اكثر من نموذج متاح وموجود في عندك full width في عندك kids بالموذج في اوكي فبدك تشوف اشي على نمط super market او marketplace خاص بالsuper market فخلين نشوف اشي مناسب فيندك furniture فيندك marketplace place place in the market of this version 3 في market place with ajax اوكي فيندك organic اوكي فبدك تشوف انه اكثر مثال بزبط معك احنا خلينا نروح على marketplace with ajax له virgin 3 ما وجد عندي هنا بعمل import طبعا رح اكون بتنزيل كافة الملفات الخاصة ب theme رح تأخذ بعض الوقت العملية تأخذ من 5 دقائق ل10 دقائق فنوقف الفيديو بما ينتهي نكمل ان شاء الله عظيم جدا الآن طبعا اكتملت عملية التحميل زي احنا شايفين اه بروح على اه طبعا اله اله settings هنا في عندك reading صفحة معمولة زي من شايفين في عند البرمالينكس اضع على custom بقدر اضبط على post name ونعمل هنا save وبعدها نعمل visit للمين page الصفحة رأسية تلاحظوا اي الصفحة رأسية مع كل المحتوى تهمل عندي بطريقة جميلة جدا هلا اذا بدك تحول اللغة للغة ثانية اوكي فببساطة جدا او تحول لغة الموقع لغة عربية على سم مثال فبإمكان تروح على الاعدادات العامة للموقع في هنا من ضمن الخيارات في عندك add new في هنا translate في ضمن الخيارات في translate local translate عمل تحميل بعمله activate طبعا بعد من عمل activate بروح على general settings في الموقع بروح لغة الموقع بحط اللغة العربية بعمل حفظ بروح على local translate في عندي theme الموجود هنا إذا تضيف new language بختار new language إذا عندك ملف ترجمة تختار لغة عربية وما ذلك إذا عندك ملف ترجمة بعمل upload رح نختار هنا themes أوكي وأرفع ملف الترجمة الموجود هنا طبعا إحنا مترجمين هاي theme أو الموقع مترجمينه بالسابق خلال themes multiferi lang فبروح أنا هذا theme themes multiferi lang طبعا هذا الملف تقرأ تحصل عليه إذا تشترك معنا في الباقات لل VPS ممكن نعطيك هذا ملف الخاص بالترجمة زال نعطيك theme آيلا فمن راح نختار ملف اللي هو P.O نرفع ملف P.O نختار themes multiferi lang ملف الأول أو بنعمل upload file تلاحظ الآن تم آآ ترجمة أو إضافة اللغة خلنت أكد بس من الأدات شوف هنا ننزل أوكي وطلع هنا معلوم الأشياء مترجمة ممتاز فإذا بروح على theme زيارة الموقع تلاحظ أنه يعني الوضع الاتجاه اللغة مثلا بروح أنا سأرى منتج منتجات لتخط على المنتج ممتاز ممتاز نضيف على السلة اختار اللون نضيف نضيف السلة بحط view card أوكي proceed to check out منتجات منتجات بعض الكلمات ما تعرب 100% فعشان هيك رح نروح نرجع الموقع كمان مرة رح نركب إضافة ثانية ل موضوع التعريب لإضافة WPML فعشان هيك رح رح أنا أرجع لغة الموقع للغة الإنجليزية English نعمل حفظ وكون بتركيب WPML كلغة للمتجر فرح نعمل الخطوة هاي في الثواني القادمة أعظم جدا بعد ما حولنا اللغة الإنجليزية نروح على Add New نروح على Upload Plugin Choose File بعدين نروح Downloads على Compressed بروح باختار OTGS Installer بعمل install عشان نضيف اللغة اللي بدنا إياها فطبعا بعملها هنا install now بعمل Activate للبلغين طبعا نعرف انه في اول شي registration للسايت فبضيف الكي تبع التسجيل بهذا الشكل بعدها بعمل download and activate WPML طبعا احنا عملنا شغلة انه اللغة الافترضية هي اللغة الانجليزية ف رح نعتمد على اللغة الانجليزية طبعا بس نمشي في steps الخاصة بالتعريب default language هي رح تكون انجليزية حاليا الانجليزية اختار which language do you want to translate into اختار لغة العربية ترجم للعربي اعمل continue رح اختار different language directories بهذا الشكل اخذ site key نحط on myself حاليا نعمل skip نعمل بدنا نضيف طبعا string translation book commerce multilingual عشان نفعل خاصية multilingual وبتقدر تضيف ايضا اللغنات الموجودة هنا ونعمل install and activate ف احنا رح نستفيد من WBML في دعم المتجر صير يدعم اللغة العربية وبعدين رح نستفيد ايضا منها في contact form في contact form وهي mailcham multilingual ايضا woocommerce multilingual في يكفى عنا multilingual نعمل finish بعد ما نعمل حركة هاي اوكي اه من نقوم بالذهاب الى طبعا ال اذا بتروح هنا في woocommerce راح تشوف انه معظم الاشياء موجودة باللغة الانجليزية اللي هي لغة الافتراضية فاحنا راح نعمل شغلة راح افتح المتجر كمان مرة طلعت هذه الصفحة باللغة الانجليزية راح اعمل عليها edit بعدها راح اضيف من هاي الصفحة للغة العربية وبعد من اعمل ها لالصفحة العربية هاي الصفحة راح تفتح في هنا طبعا فينك كل الكلمات الموجودة ممكن تبلش ترجم وتعرب فيهم وكي بعدين تعمل complete طبعا مثلا ممكن ترجم كلمة تروح المتجر المتجر كم مر راح المتجر تشوف عندي كلمة experience virtual reality now ممكن نروح هنا كلمة experience في الترجمة العربي ممكن نضيف هنا اضافة الترجمة نضيف جرب كلمة جرب الواقع افتراضي مثلا ونترجم بهذا الشكل نعمل complete طبعا بعد ما نعمل كل الاشياء complete ممكن نعمل reload ونروح نحول على الصفحة العربية طبعا كيموك تحول على الصفحة العربية تروح هنا for slash شخط AR بأخذ الصفحة العربية اذا كانت موجودة طبعا اذا ترجع الموقع الانجليزي بتحط الصفحة العادية بدون AR طبعا نعملنا الحركة لكي نقلب الموقع فأنا بروح الان على الاعدادات بحول لغة الموقع برجح ها لغة اللغة الحالية default language english بقدر ال ونحط change default language نعمل save اوكي غير لغة الموقع صارت العربية هي اللغة الافتراضية بعمل زيارة موقع الان اوكي انا نجرب ندخل على الاقسام في الموقع ندخل مثلا هالقسم تلاحظ هالقسم او هذا المنتج تدخل عليه موجود باللغة الانجليزية عشان هيك ما هتوط عن الانجليزية ممكن نحن نجح المنتج نغير لغته للغة العربية من خلال الاعدادات هنا ممكن ندخل على هذا المنتج من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال المنتج تلاحظ انه المنتج التي لدي حاليا ليس موجود عليهم المنتج من خلال وممكن نختار هذا الزر ترانسليت ووكوميرس بلغنز ترانسليت ووكوميرس بردكت نختار هذا الزر وينبلش في موضوع الترجمة طبعا هذا المنتج متاح باللغة الانجليزية ندخل عليه ننزل شوي خيارات للترجمة اذا مش ظاهرة عندك تقدر تروح فوق في عندك خصائص اضافية خصائص الاضافية شو موجود عندي هنا خاصية العربي خلينا نطلع معناته الصفحة السابقة لما تدخل اي منتج فيها زر الزر هاي الزائد اضف الترجمة العربي بتكلس عليها طبعا حاليا ام بعطيني خطاء هاي الميزة لانه لازم تعمل الوزرد فبتعمل ستارت ستتاب ويزرد هنا تعمل تختار الابعاد والاشياء التي تترجمها اذا تدعم وضع متعدد العملات ممكن تفعله ايضا اوكي ممكن تختار تختار اذا اذا عملنا الاعدادات العامة في عنا عدة في عنا وسوم بدأ ترجمة في عنا فعات شحن بدأ ترجمة كل الاشياء ترجمة علامة التجارية في منتجات في امور مختلفة ممكن هاي طبعا نرجع لها دائما من صفحة الوكوميرس ملتلينجو نروح الستيتوس ونبلش في ترجمة هاي الامور المختلفة غير نرجع الان على product هنا هذا المنتج اسمه دي جي فانتوم ممكن نضع منتج ثاني سيمبل بلاستيك نعمل نسخة مطابقة الآن صار تظهر عندها الخيار نعمل نسخة مطابقة ونعمل نسخة مطابقة منها بعدين نعمل تحرير طبعا في التحرير بعطيك المنتج كلياته وتقدر تباشر في الترجمة الخاصة بهذا المنتج يعني هنا مثلا الاسم ممكن ترجمه طبعا ممكن ايضا تستخدم عدة ادوات للترجمة في عندك اكثر من اداء او خلينا نسميها اه موجود عندينا بس ممكن ترجم اسهل طريقة بدون ما تدفع فلوس يعني تروح على تنسخ الاسم بالانجليز وتحط هنا يطيق بالعربي وبعدين تحط صح ترجم مثلا الاسم بعدين تعمل اكتمل بعدين تفتح الصفحة اللي بدك اياها طبعا نحن هنا فاتحين في الخيار الترجمة التلقائية ايضا في عندك خيار رجوع للقائمة وعرض المنتج اللي بدك في اللغة العربية فحاليا نحن دخل على هذا المنتج باللغة الانجليزية ممكن تروح على اللغة العربية او ندخل لانجليزية ما اضفنا لسا الموقع في تحد Arabic فتلاحظ هذا المنتج موجود في اللغة العربية في عندنا اضف للسلة السلة عرض السلة في اتمام الطلب طبعا هذه الصفحة تحرير تحول اسمها مثلا لصفحة الدفع تحرير على اي حال تسميها مثلا صفحة تسميها بالدكية صفحة الدفع او الدفع او طبعا ندخل على المتجر لغة الافتراضية هي للمتجر هي لغة العربية ليس الانجليزية اوكي تطلع هذا عرض الطلب عرض السلة كل شيء بالعربي هنا منتج واحد فقط عظيم فهيك انت تكون جهازت المتجر واللغة الافتراضية هي اللغة العربية تمام فعندما تضيف منتج جديد تضيف هنا مثلا منتج الافتراضية سيختار باللغة العربية طبعا لانه لغة الموقع هي لغة العربية لغة الافتراضية فهي هي طريقة تعريب بشكل كامل وإضافة المتجر متعدد البائعين طبعا في أمور أخرى يفضل أنك تكون على الطلاع بها وهو مثلا موضوع وتعدد البائعين هذا مثلا تباع بواسطة طبعا بكون له صفحة لأنه بائع هاي هذا المنتج الخاص بالأدمن إذا في بائع ثاني بيكون له ستور ثاني ومنتجات ثانية وما على ذلك تمام آه هي بشكل عام طريقة طبعا ممكن تروح أنت تتحول الانجليزية بشوف البرحة الانجليزية في عندي صفحة البائع ومثلا دخلت على أي منتج من المنتجات شوف هذا الادمن شوف كل هاي المنتجات للادمن خلت على العربي بدخل على العربي فين منتجات بالعربي تمام فهيك احنا ضبطنا الأمور فيه أمور بدك ترجمها مثلا مش ظاهرة بالعربي مثل كلمة شوب باي دي بارتمن فممكن أنك تروح على تحرير بواسطة وتكون ببدأ بالترجمة لجميع المكونات الخاصة بالموقع الخاص بك فعلى سبيل المثال في عنا القسم الأول تفتح هناك عمود تفتح العمود هناك تنسيق يعني مثلا كلمة العمود هنا تشوف العناصر هذا مثلا موجود هناك كسم وإذا أخفي أقدر أظهر عندك هذا القسم يستطيع أظهره كنت تفتح هذا القسم تبدأ في الترجمة الحرفية له المثال هنا أعطيك مرتفوري فري ديليفوري هاي يريدك معها مثلا تغييرها توصيل مثلا توصيل مجاني مثلا وهكذا تغير المحتوى بشكل عام بعدين تعمل تحديث على الصفحة البدكية على بالنسبة لقوائم هي مثلا في عنا هنا قسم الأول تخفيض هيرو اللي هو يحتوي على هاي العناصر نفس الطريقة تدخل بتعدل العناصر بدك إياها بشكل مباشر يعني هنا مثلا هاي الكلمة تعم عليها تلاحظ أنه في عندك متقدم عندك محتوى محتوى في عناصر العناصر الأول في صورة في محتوى على الصورة في سعر على الصورة وهاك بتعدلها من هنا بعدين تعمل تحديث تحت بالنسبة للقسم اللي على اليمين مثلا كلمة shop by department هاي لفوق على هاي بتلاح لما تكبس عليها مشرار يتعدل ليش إنها بتكون موجودة في مكان ثاني زي المنيو يعني هنا مثلا في هنا في عندك يوس دار انجليش طبع هاي وين بتكون موجودة هاي بتكون موجودة من خلال طرع themes appearance themes طبعا تخصيص وفي التخصيص بعطيك الاماكن المختلفة لمختلف هذه العناصر ممكن ندخل هنا على المتجر في عندك header في عندك promotion ممكن تشغله ممكن تطفي في عندك logo تغير من هنا في header layout header three مثلا header layout محتوط انها header three اوكي فينا كمان header bar موجود في الوجت وبدك header three اسم header الموجود header three في موجود ايضا 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 في كمان عندك department shop by department ممكن تحولها بالعربي تسوق او تسوق حسب او تصني ال اصناف المتاحة هنا وتغير الكلمة بشكل مباشر للأصناف المتاح يعني هاي الاماكن اللي انت بتغير فيها فين اخطب عن headline تغيره فين card account recently viewed ممكن تغير هاي الكلمة recently viewed غير الالوان والاشكال الذكية من هنا بالنسبة header three مثلا recently viewed غيره من هناك سندخل على موقع طبعا فينا كده تروح على admin دخل على admin في عندك قسم اللي هو elementor في عندك خطوط الادوات في كمان بتنزل شوي في المظهر تفادي اعتداد في عندك كمان الوجت اللي هو المظهر في عندك وجات تدخل على الوجات طبعا في عندك اكثر من وجت بكون الموقع فلو انتبهنا شوي هنا في الوجت عندك الهدر شريط الرأس تنتظر شوي بمحمل شريط الرأس محفوظة 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 لما لما تدخل لما تدخل القوالب المحفوظة في عندك في 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 الانجليزية في العرب منشورة منشورة طبعا ها معمولة على الاليمنتر وقد افتحها في الاليمنتر هاي اللي في الموقع موجود هنا وقد افتحها وتعدع لها طبعا ترجع بترجع كمان باك شوف في عندي كتس موجودة في اكثر من كتس هاي واحد هاي اثنين في كومنت هاي كان الفاضي اوكي فحنا ندخل على الموقع الرئيسي بالعربي الان بعد ما حولنا بالعربي في رسنت الفيو شفنا كيف نغيرها هاي المينيو تقدر تغيرها من خلال القوائم تروح القوائم هاي القوائم انجليش عربيك تقدر تروح القوائم في عندك هاي القوائم اللي عندك في القوائم الرئيسية تقدر تعملها تحديد طبعا تشوف هاي القائمة موجودة هو برايميري مينيو هاي القائمة غيسية في عندك قائمة اللي يتسوق حسب التصنيف هاي اصناف المتاحة طبعا فيش عندي في العربي في عندك في الانجليزي على ما يبدو شوف تعملها نسخة من العربي هاي اصناف المتاحة ايها موجودة اوك اه موجودة في العربي موجودة في ننجليز طيبونتاز وبدخل عصناف المتاحة شوف هاي العناصر اللي هي مثلا اه اه ادخل عليها نشوف ايلكترونيكس في هاي مثلا ايلكترونيكس تدخل عليها مثلا ايلكترو نياتا مثلا تعمل حفظ فيكنت تحولت هاي لغة طبعا تعتها الانجليزية حاليا لغة الخاصة فيها انجليزية بس احنا ترجمناها في الانجليزة حولناها الى 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 الالكترونياتنا هاي شوف كيف كلمة الالكترونية فبلا تتحولها العربي بتعمل العربي تكبسها العربي بتعمل نسخة منها بالعربة بتضيف الاصناف اللي بدك اياها مثلا اه الاصناف كنسميها اشياء قائمة طبعا بعد ما تعمل القائمة هاي ممكن تعمل مزامنة فيش اسمه مزامنة كيف يكون بمزامنة القوائم نعم التزامن اوكي وتحاول تعمل تزامنة بين القائمة العربية والانجليزية ونرجع على الانجليزية هنا من القائمة اسمه الاصناف قائمة جديدة اسمناها الاصناف هي اه شبا اوكي وممكن طبعا نعملكم بمزامنة القوائم بعد من اكبس اشبا نعمل مزامنة نعمل نختار ابلاي تشينجر بعد نعمل اه 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 بتختار الترجمة لها 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 لغة انجليزية بختار الترجمة لها العربية اه بعمل حفظ بعد ما عمل حفظ بعمل المزامنة اوكي طبعا ليش مش ظهر عندي باللغة العربية او باللغة ليش مش ظهر عندي اصناف لانه اصلا احنا مش ضايفين الاصناف هاي احنا نضايفين هنا في داخل الاه اه اه لما نروح شاب by department مطلعت في هنا عدة اصناف بس في اشياء مش مترجم اصلا يعني هي كلها عبارة عن تصنيف 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 او تروح على منتجات في انها كانت تصنيفات اصلا التصنيف نفسه مش مترجم اوكي يعني مثلا نروح على تصنيف زي اه اكسسوارات عندما تدخل على تحرير اصلا لغته بالانجليزية اصلا كلغة انجليزية فنحن نعملها ترجمة اضف عربيا ونضيفها مثلا اكسسوارات بالعربي وبعدها بعمل طبعا اضف تصنيف جديد اضفنا اكسسوارات الاشي العلم في الموضوع لما تروح على العرض بعدها اكسسوارات تمام ف الاسناف المتاحة فاضي فيش اندي اشي العربي في الانجليزي في عندي هنا فيش عندي اصلا مش مضيفة اصناف على الووبسايت فهيك انت بتقدر تتحكم بالاسناف المتاحة من خلال اضافة هاي العناصر عنصر عنصر يعني تربطهم بطريقة مرتبة يعني طبعا على على القائمة فبداك لما تشترع التعريب تحاول تشترع العناصر واحدة وحدة وتضبط اللغة الرئيسية عندك تمام اه هذه هي بشكل عام كيف ممكن تضبط العناصر المختلفة طبعا ما تنساش توقع باك اوب تيجي هنا على نظام الفاس بانل بتعمل طبعا دخول اذا فيش اندرك نظام الاستضافة لنا في عنا هنا رأي سايت كارد ورح نعمل نظام باك اوب فبختار هنا اه نيو اكاونت اختار اسمها البدية مثلا بوريان دات كوم اختار نعمل ايميل بدك هي بتعمل باك اوب اكاين بعدين اختار باك اوب باعمل نيو باعمل بسميها مثلا ويكلي باختار اكاونت اختار باك اوب خلينا نسميها ويكلي او كل ثلاثة ايام الموقع اللي بدي اعمل له باك اوب بتعملها باك اوب والمدة للمدة ايام والليمت خمسة يعني بس لخمسة ايام احفظ نسخة وببلش في باك اوب باك اوب باك اوب باك اوب باعمل بلاي اعمل اول نسخة باك اوب عشان اخر باك اوب من السيستم فايك بكون عندي باك اوب سالف لك ترجع باك اوب انت بعدين اخرى باك اوب لانس راح يبين عندك كل باك اوب الموجودات كنت تعمل رستور او اللي يستعاد طبعا هنا بعطيك انه كاعد بعمل باك اوب لا الويب سايت اللي عندك وبس انتهي طبعا بعطيك كل تعمل استعادة لاي من الباقات الموجودة وترجع حتى ترجع نسخة احتياطية من النظام فموضوع باك اوب مهم جدا خلال ممكن تعمل استعادة للموقع اللي عندك كل فترة وفترة حاول اخذ باك اوب عشان ما يضع ملفاتك الفاضي اوكي فهي بشكل عام كيف تاخد باك اوب بعد من تضبط الاعدادات العامة في الموقع لعندك كيف تضيف التعريب اللغة العربية والانجليزية ايضا والتفاصيل الثانية بتكتعدي علىها بشكل مباشر زم ما احنا شايفين هنا فهي الطريقة اتمنى تكون لها تعجب كأنا معكم احمد ناصر من inbilarabi.com طبعا نصحكم اذا انت حابب تطور مهرتك في برمجة وربيس ترو على inbilarabi.com كالدورة برمجية في العديد المطلاب يشترك معنا واستفاد من هذه الدورة مشرح فيها كيف تطور ثمات plugins كيف تعمل software engineering خلال wordpress تحول مهرتك او صفحات بالعرب بالانجليزي كيف تعمل وو كوميرس استخدم الاسي ايضا كيف تعمل custom order system rules permissions الاب اشعة مهمة جدا كيف تعمل ماب كيف تنكل ملفات كيف تنكل ماب بين مواقع كيف تعمل و ايضا كيف تعمل نظام بشكل محمق ايضا كيف تعمل وتصلح مشاكل ورد بشكل كامل فهي دورة فيها شهادة على خصم كبير حاليا سحكم تدخل وستجمعنا فيها اي اسئلة واستفسرات موجودة هنا على واتسوب من خلال رقم الدعم الفني لديكم على الشاشة شكرا لكم اصدقائي لمتابعة من اكون استفدتوا نراكم في فيديوهات اخرى قادمة